كشفت نتائج دراسة سابقة أجراها باحثون في جامعة غرناطة أن فقر الأسرة يؤثر على قدرات الطفل العقلية وتخيله حتى على نطجه قبل تعلم النطق ولا شك طبعا مشاهدين أن الفقر له تأثيرات سلبية خطيرة في تكوين ذكاء الطفل ومدى قدرتهم على الابتكار والتطوير في المستقبل فهو يعد حاجز أمام الأطفال وأسرهم ولا يعطيهم فرصة حتى يخرطوا داخل المجتمع ويتبادلوا ما فيه من علم ومعرفة لكن الدور الأكبر أكيد للأسرة ما هو دورها في التخفيف من هذه الآثار وأن تعزز التوازن النفسي والثقة لدى أبناء رغم فقرة سنتحدث بتفصيل لكن بعد هذا التقرير نشاهد تمثل ملت الفقر ظاهرة عالمية خطيرة في تأثيرها على حياة ومستقبل الأفراد من البشر والذين ما زالوا يكابدون المرة من أجل تحصيل لقمة العيش إلى أن أكثر مساوئ الفقر يتمثل في تهديدها لمستقبل ملايين الأطفال حول العالم ومعاناتهم من الجوع والتهميش والحرمان واضطرارهم إلى العمل في ظروف قاهرة ما يؤثر على نفسياتهم والتي لا تتناسب مع سنهم الصغيرة ما يحرمهم من القيام بأدوارهم الحقية في الحياة دراسات كثيرة أجرها بحثون بيانت بأن الإجهاد والضغطات الناجمة عن المعاناة من الفقر بإمكانها أن يضعفا من أداء الأطفال الدراسي والنفسي الأطفال الفقراء بطبيعة الحال يعانون من مستوى مرتفع من التوتر والإجهاد النفسي مقارنة بالأطفال ويذكر بأن للتوتر النفسي تأثيرا سلبيا على أمر التفكير في المستقبل والإبداع تتوالى الأدلة البحثية مجددا في تسليط الضوء على الفقر وأثره في نمو الدماغ والتحصيل الأكاديمي المتدني إذ أن العديد من الأبحاث في هذا المجال ما زالت تؤكد وتوثق الدور الكبير الذي تلعبه الحالة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى التحصيل الدراسي وأثره النفسي حيث أن الأطفال الذين يعيشون في مستويات اقتصادية فقيرة أكثر ميلا إلى تحصيل درجات دنيا في الاختبارات الموحدة مقارنة بزملائهم الذين يتمون إلى أسر متوسطة أو مرتفعة الدخل كما أنهم في الغالب يتلكؤون في إكمال تحصيلهم في الدراسة الثانوية ويخفقون في دخول الجامعة في الجانب الآخر من الأمر ثم تضغوط طبيعية تعتبر ضرورية للأطفال حيث تساعد هذه الضغوط على تنمية المهارات التي يحتاجها الأطفال وذلك للتكيف مع المواقف المهددة لهم أثناء حياتهم المقبلة غير أعمال والدين ومساعدتهم للأطفال الذين يواجهون ضغوطا نفسية بسبب الفقر أو غيره يعد أمرا ضروريا للأطفال كي يتعلموا كيفية الاستجابة الجسمية والإنفعالية السليمة لهذه الضغوط بحسب الكثير من الخبراء إذن نتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا ضيفنا في الستوديو والأستاذ عبدالعليم حنون الاستشاري الأسري أهلا وسهلا فيك وسعيدين بوجودك أستاذ عبدالعليم حياكم الله وبرك الله فيكم وبجهودكم الطيبة أهلا فيك بداية أستاذ عبدالعليم لا نستطيع أن ننكر أهمية الوضع الاقتصادي بشكل عام في تلبية احتياجات الطفل لكن دعنا نتحدث بداية عن الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على نفسية الأبناء جراء وضع اقتصادي يعني متدني للأسرة الموضوع موضوع الساعة الحقيقة وخاصة بالنسبة لشرائح كبيرة من أبنائنا الطلاب في الهجرة وفي الأرياء وفي أماكن مختلفة فالتحديات الاقتصادية لا ينكر أثرها السلبي على كثير من الناس الأطفال والكبار والصغار والذكور والإناث كلياتهم إلى أنه في عوامل أساسية مكونات شخصية هي التي تتصرف في هذا الموضوع شخصية الإنسان مكونة أو منستطيع أن نحللها إلى سبعة عناصر الجسم هو عنصر من العناصر الإيمان بالله عنصر مقوم العقل والعلم والشعور والحالة النفسية كلها تعناصر وهذه العناصر تقوم عليها الشخصية شخصية هذا الطفل أو شخصية هذا الإنسان ممكن يحل عامل من العوامل محله وزيادة يأثر في إسناد الآخر مثلا الشخص المعاق عنده مشكلة في جسمه تحول بينه وبين الوضع السوي للتعلم للتميز للتفوق ولكن كثير من الأحيان تصبح نقطة تحدي تدفعه للتعلم تدفعه للتفوق والتميز على الآخر من الأشياء المشاهدة عمليا بعض الأشخاص فاقدين الأطراف فاقدين الجسم ومع مع ذلك تميزوا في أمثلة كثيرة خالد سنجاب ولا غيره من الشخصيات اللي استطاعوا يقهروا العاهة العامل الاقتصادي أكثر في كثير من الفقراء استطاعوا يقبلوا هذا التحدي وتتحول إلى نقطة إثبات وجود من الكلات اللي منعاني فيها الحقيقة أحيانا بالعكس الشخص الترف يشعر بنفسه بأنه كل شيء يسترله والحياة هانئة وما في عنده دوافع للعمل يعني لو أردنا أن نحلل سلم ماسلو أو براهيم ماسلو هرم ماسلو يقول الحاجات الأساسية هي الحاجات الفطرية فالإنسان من أجل الحصول على الحاجات الفطرية يعمل ولكن في دوافع عرية في دافع الانتماء في دافع تحقيق الزاد دافع الاحترام دافع الجمال دوافع أخرى هالحاجات الأخرى تغطي يعني بشكل تاني الشخص المترف يميل إلى الدعاء أكثر من الشخص الفقير يعني أنا فأتنا بصراحة أنت أستاذ عبدالعلي برغم الوضع الاقتصادي المتدني بكثير من المجتمعاتنا والأسر اللي كثير عم تعاني بالفعل من هذا الوضع ولكن إذا إجينا للواقع هلأ مثلا خلين ناخد أمثلة واقعية يعني برغم هذا التفاؤل اللي حكيت لنا عنه بيجي طفل بيطلب شيء محدد من الأهل يعني ما فينا نكره أنه فيه أسر بالفعل هي لا تستطيع إلا أن تقدر يعني أنه تجلب قوة اليوم لأطفاله بيجي الطفل بيطلب شيء معين هل الأصح هون الطفل أنه يدرك ويعني ما معنى أن الأسرة غير قادرة على تلبية هذه الحاجة ولا لا لازم ما نحكي له هذا الموضوع ونقول له يعني نحن منوعدك أكيد يعني بالأيام الجاية بالمستقبل رح نجيب هذا الشيء اللي طلبته إن كان لعبي إن كان قرطاسي للمدرسة أو أي شيء مثلا شنتي حقيبة مدرسية جديدة هذا جانب مهم جدا بأن الأسرة تكون منفتحة ومتواصلة مع الطفل يعرفوا الواقع النقطة الثانية أنا ما أردت أنه نحلق كثير في الحياة الوردية بأنه في حد معين من القبول وقتل بفقد الإنسان الأساسيات من الحاجة المادية فتصبح إعاقة نعم يتأخر بيخرج من المدرسة في بعض الطلاب الآن ما بيروح على المدرسة لأنه ما معهم إجرة مواصلات مع الأسف ما بيروح على المدرسة لأنه ما معهم ثياب يروح فيها أنا في موقف من المواقف ما زلت في مخيم من المخيمات شوف الطفلة في الصف الأول الابتدائي رايحة بفردة شحاطة واحدة نعم لأنه الثاني لبستها أختها في حالتنا هذا النوع بس راحت للمدرسة إذن في حد أدنى نحن بين متطرفين التطرف الأول بأنه الفقر المدقع المميت فهذا عائق كبير الفقر مع وجود سد الحاجة فهذا تحدي متى يصبح تحدي ودافع للعمل؟ نحافظ من حوافظ العمل إذا غطينا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى غطينا بنموه الشخصية والعقل الشخص إذا زاد في قدراته الشخصية يستطيع أن يقبل التحديات المطالعة الاطلاع والتعرف حياة الآخرين العلاقات الاجتماعية بناء علاقات الاجتماعية يكون عنده رغبة وقوة دافع للعمل هذه كلية عوامل مساعدة نعم إذن اعتراضك في مكانه بأنه في حد أدنى لابد من توفره حتى يقبل الإنسان التحدي أما إذا كان ما عنده شيء يأكله في لحظتها فكيف بده من الأصعب نعم في مخيم المخيمات أو في قرية من القرى تماما نذكر اسمها أربع صول دراسية في غرفة واحدة الحاجز بيناتهم قماش ومع ذلك عم يدرسوه في المقابل في أشخاص توصلهم السيارة إلى المدرسة ومصروفهم معاهم يكفي أسرة كاملة للطفل ومع ذلك متخلف دراسيا إذن نحن أمام تحدي كبير كيف نستطيع ننمي شخصية هذا الطفل حتى في كل الظروف يستعمل نعم يعني أستاذ عبد العليم أحب أن أرجع لأسألة هرم ماسلو لأنه في نقطة حساسة في حال إذا كان الإنسان أصلا لم يلبي الإحياجات المادية الأساسية في حياته هل هذا يعني بالضرورة أنه لا يستطيع أن يصل لمرحلة تقدير الذات للمراحل العلوية بالضرورة هاي نقطة جدا مهمة بارك الله فيك الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف توفير الغذاء أساسي لابد منه بدونه لا يستطيع أن يقوم الإنسان لا يستطيع أبدا أن يصل إلى المراحل العليا من التفكير وتقدير الذات وما إلى ذلك لا يستطيع أن تصبح إعاقة فأعرف عدد من الأشخاص تخرجوا من الجامعة وكانوا يعملوا بحياة بسيطة جدا جدا عمال بيع في المطبع بيع جرائد عمال في المطبع عمال في الدكاكين وقرأوا وتعلموا وتفوقوا وتميزوا ولكن لو أخذنا نسبة فنسبة الأشخاص اللي تعيقن الأمور المالية عن التحصيل أكثر من نسبة اللي بتميزوا إذن عامل من عوامل المكونات الشخصية هو القوة الاقتصادية نفس الشيء في النسبة للجسم ولكن هذا لا يعني نهاية المطاف كيف يمكن أن نتجاوز هذا العامل؟ يا سلام هنا المسألة التربوية أنا بقدر ترى الفقرة هي ما كنت مستعد لها نعم في كتاب نفد من الأسواق ما عم بعمله دعاية حوافز التعلم أحصيت ستة وخمسين حافز للتعلم جميل حوافز ليس منها المادية إذن الدافع المادي دافع أساسي حتى نتجاوزه لابد ما نجي لمكونات الشخصية الأخرى الستة الأخرى نساندها نقويها وحين منهم تحقيق الذات ما هو تحقيق الذات؟ أنا بدي أنجح قررت أنجح خلاص أقرأ في الليل في النهار أستعير كتاب أنسخه كثير من العلماء كانوا يستأجروا المكتبات يجلسوا في المكتبة يتعلموا ما عندهم قيمة الكتاب كثير من أترابنا ومن الناس المعانا ما كان عندهم قيمة يشتروا الكتاب فروحوا يستعروه لأيام الامتحانات يردوه أو ينسخوا نسخ بيدهم إذن العامل الاقتصادي مهم لابد من تحقيقه وهي جريمة المجتمع إذا ما وفرته الآن نحن مقدمين على كارتي في البيئات اللي عم بيصير فيها هجرة نسبة كبيرة من الأطفال ما لهم مأوى ما لهم مدرسة ما لهم نقول إذن مين بده يحصد هالجريمة هاي؟ المجتمع لأن هذا الإنسان إذا ما علمنا سيكون عالي هذا أقل أقل شيء سيكون يميل إلى الإجرام إذا ما ثقفناه إذا ما نمينا ثقته في نفسه حتى يحترم نفسه ويترفع عن الدنايا عندئذن سيكون عالي على المجتمع أول ما يحصد جريمتهم مين؟ المجتمع الناس اللي ظلموه ردة فعل اللي أبعدوه عن المدرسة الأبعدوه عن الحياة الطبيعية هن الأول من يجني هذه الثمار المرة نعم طيب خلينا نقول كمان نرجع للواقع شوي الآثار النفسية اللي ممكن تصير مع الطفل رغم أنه عم يروح على المدرسة رغم أنه يعني تحدي كبير من الأسرة ومن الطفل كمان فيه آثار نفسية بتصير معه أو اجتماعية كيف ممكن هون الأهل يتعاملوا مع الطفل حتى هيك يعززوا التوازن النفسي لدى الطفل رغم الفقر هذه حقيقة ومهمة الأسرة عندما تكون واقعية نعم وموضوعية بيستطيعوا بيفهموا الطفل هذا الطالب وبشاركوه معاهم هون النقطة المهمة بشاركوه معاهم في توفير مصروف إضافي كأن يبيع حاجة منديل ولا ناني مي ولا حاجات من الهاجات يوفر مصروفه ما هو يعني سرا كثير مننا وأنا واحد منهم اللي كنت أعمل صيفا حتى أنا أوفر مصروف الشتاء يعني الانتساب للجامعة أخذت كل ما في البيت من حصيله حتى استطعت أسافر إلى دمشق حتى أسجل في الجامعة فما كان عائق أساسي يعني عندما ننمي شخصية الإنسان وقبوله للتحدي ويكون شخصيته واثقة من نفسها عندها إذن يرتفع بخي دور الأسرة اللي عم تسأل عنها أن تشركه معاها في المسؤولية تبدأ تشاوره بأنه نحن واردنا كذا وكذا ماذا نفعل؟ أنت عم تطلب مننا شنتة جديدة نحن واردنا كذا كيف نفعله؟ ترجده قد يستطيع يروح يبيع حاجة يربح من وراءها قد يخدم يعلم هو في الصف الخامس ابتدائي بيعلم الطالب اللي هو في الأول ابتدائي هذه حقيقة موجودة في طالب من الطلاب للجامعات قطع المصروف عنه فهو في السنة الأولى راح يعلم طلاب في المدارس وفي وقت فراغ ويعمل إذن كوين شخصية الإنسان هي الأساس وأما الأسرة نضوجها وواقعيتها والتواصل مع الولد يعني ما يعيشي الولد في برج عاجي بأنه نعم طيب يعني نحن نوفر لك أو ما لحك حاجة لهذا الشيء نعقي أمال كاذبة أيوة يطلب شنتة نقول له ما لك حاجة في الشنتة تشيل بيدك لا نقول له حاجتك للشنتة حقيقية ولازم تكون شنتة نظيفة وجميلة وجديدة إلا أنه الآن ما عندنا خد شيل في هالكيس العادي أو بدون الشنتة أو عطينا طريقة نشتري لك في الشنتة أو تعال ساعدنا بعمل إضافي في فرد تروى على أنه طلب من ابنه يمسح للسيارة مقابل يعطيه المصروف يعني نوع من أنمع تنمية شخصية الإنسان أنه يبدأ يعتمد على نفسه نعم وبالمناسبة إذا أردنا أن نرفع في شخصية الإنسان ما نطلب أنه دفعة واحدة يتحمل مسؤوليته نبدأ بالتدرج أعمال بسيطة أكبر 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 إلى أن يصل إلى مستوى يتحمل مسؤوليته كاملاً فتجد أنت أطفال صغار يشعروا بمسؤوليتهم في الحياة ويعرفوا يخططوا أكثر من الأشخاص كبار لذلك العائق الاقتصادي عائق ولكن في عوامل أخرى ممكن تسيطر عليه وممكن تعوض عنه إذا كانت البيئة جاذبة ومهذبة وتساعده وعلمة مثقفة بالتأكيد والتوازن نفسي بالنهاية والتصالح مع الذات رغم كل الظروف هذه نقطة جداً مهمة يعني أستاذ عبدالعليم حنون الموضوع كبير لكن للأسف الشديد الوقت لا يتسع لنقاش كل الأفكار شكراً جزيلاً لك الاستشاري التربية معنا اللهي بارك سيكي إلي جملة بس أتمنى بأن الأسر عندما تتعامل مع احتياجاتها ومتطلباتها بواقعية وبتواصل مع أفراد أسرتها تزداد قوتها شكراً جزيلاً شكراً لك